هذا واجتمع معالي الشيخ خالب بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة الدكتورة جميلة محمود وكيل الأمين العام للشراكات بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي سبق وأنحازت على جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وقد أشهد معالي وزير الخارجية بالدور الإنسانية المهم للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في توفير العون وتقديم المساعدة وتخفيف المعاناة الإنسانية لكثير من الشعوب والمجتمعات والإسهام في النهوض بكرامة الإنسان وإرساء السلام ودعم جهود التنمية في العالم معربا معالي عن تقدير مملكة البحرين ودعمها لما يقوم به الاتحاد من أنشطة إنسانية وجهود إغاثية من جانبها عربت سعادة الدكتورة جميلة محمود عن تقديرها للإسهامات الإنسانية لمملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي والدور الملموس للمؤسسة الخيرية الملكية وجمعية البحرين للهلال الأحمر في مجالات الإغاثة وتقديم الدعم للمحتاجين والمتأثرين بالكوارث الطبيعية والحروب والصراعات مؤكدة حرص الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على تعزيز سبل التعاون والشراكة مع مملكة البحرين فيما يقوم به من أنشطة إنسانية مختلفة